لا يوجد هناك حق إسرائيلي ما دام انتهك الحق الفلسطيني كيف تعطي ناس حق ما أخذين حق آخرين حقهم في البلد حقهم في الإنسانية ما عندهم ما يملكون هذا الحق في الإنسانية أي أبسط حقوقهم لا يملكونها يتحكم فيهم الكيان الصيوني بكل شيء بالكهرباء والماء وبكل شيء وبالمعابر لا يخرجون كيف تريد أن يتعامل أخواننا الفلسطينيين مع من انتهك كل حقوقهم أي حق وبعدين موجود المتصهينين العرب موجودين من زمان هذا تاريخ ويوجدون وموجودين في كل زمن وفي كل بلد موجود هذه الفئة لكن المطبعين اليوم هذا التطبيع هو خيانة للأمة وخيانة لقضية الأمة هذا التطبيع مهما قالوا عنه هي خيانة للأمة وخيانة لقضية الأمة اليوم أخواننا في فلسطين أخواننا في الدم أخواننا في الدين أراضيهم تنتهك أعراضهم تنتهك حقوقهم تنتهك وأنتم تتحالفون مع من انتهك هذه الحقوق وهذه الأراضي كيف نقبل على أنفسنا؟ أحنا جربنا لما احتلت أرضنا لم نقبل إلا أن نسترد أرضنا الاحتلال جربناه كيف نقبل أن يحتل أراضي ناس؟ طول عمرهم هم هذه بلدهم وهذه أرضهم تحتل ويولدون طردهم من أرضهم كيف نقبل بهذا الأمر؟ لا يمكن أن نقبل بانتهاك مثل هذه الحقوق ولذلك لا قيمة لهؤلاء الشعوب العربية والإسلامية الشعوب حية قضية فلسطين باقية في قلوبهم لذلك تشوف التفاعل من كل الشعوب العربية والإسلامية في وسائل التواصل الاجتماعي تأييدا لإخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين والشرذمة هؤلاء لا يمثلون إلا آراء الصهاينة ولا يمثلون آراء المسلمين ولا آراء العرب فلذلك لا قيمة له آراء نقول لهم بيض الله وجههم الشعب الكويتي دائما في مثل قضية فلسطين نجد الشعب الكويتي سباق وقلنا سباق أيضا ليس فقط على المستوى الشعبي أيضا على المستوى الرسمي فالحكومة أيضا أخرجت بيانا جميلا مؤيدا لإخواننا في فلسطين وحافظا لحقهم نشكرهم على هذا البيان في الحكومة وأيضا النواب 45 نائب أخرجوا بيانا أيضا تأييدا ودعما لإخواننا في فلسطين وأيضا نرى تكاتف الشعب الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي لهذه القضية بالتأييد